أعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح بيّنت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بلغ ما مجموعه 1410 لوائح تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا ومترشحا المزيد من التفاصيل بالأرقام والمؤثرات في تقرير عمر شملالي بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بحسب وزارة الداخلية ما مجموعه 1410 لوائح تضم هذه اللوائح في مجموعها 6992 مترشحا ومترشحا وبحسب وزارة الداخلية وصل عدد اللوائح التي تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 1385 لائحة ترشيح تشمل 4742 مترشحا ومترشحا بمعدل يصل إلى 15 لائحة عن كل دائرة محلية ويتراوح عدد اللوائح المودعى عن كل دائرة انتخابية محلية بين 9 لوائح و25 لائحة هذه المعطيات الأولية مؤقتة لا تصبح نهائية إلا حين يتوصل وكلاء لوائح الترشيح بالوصل النهائي تبقى للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل نسبة تغطية الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني تفاوتت بين حزب وآخر فبالنسبة لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بلغت تغطية الدوائر 100% بـ 92 لائحة فيما قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 91 لائحة 90 لائحة قدمها حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بنسبة تغطية تقارب 98% فيما قدم حزب التجمع الوطني للأحرار 84 لائحة حزب الحركة الشعبية من جانبه قدم 78 لائحة في الوقت الذي قدم فيه حزب الاتحاد الدستوري 72 لائحة فيما تم تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي